السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين النهاردة مع بعض في لقاءنا هتكلم عن رؤية تحضير الطعام لشخص متوفي في الواقع اللي بتدل للرأي على قرب النجاح في الواقع ونقول بان اي حد يشاف رؤية في المنام ان هو بيحضر او بيجهز طعام لشخص متوفي في الواقع وان المتوفي ده اكل من الطعام ده وعجب طعم الاكل داخل الرؤية فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على ان ان شاء الله سبحانه وتعالى انسان ناجح في حياته الواقعية فاي مجال على حسب الرأي في الواقع يعني هنقول ان كان بقى الرأي في الواقع طالب وشاف رؤية في المنام ان هو بيحضر الطعام لشخص متوفي في الواقع وان المتوفي اكل من الطعام ده وعجب طعم الاكل داخل الرؤية فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على ان ان شاء الله سبحانه وتعالى في الفترة المقبلة هتفوق في دراسته وانه هيحق فيها نتائج عالية والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب هنقول كمان ان المرأة المتزوجة ان شافت رؤية في المنام ان هي بتحضر او بتجاهز الطعام لوالد زوجها المتوفي في الواقع وكان زوجها معاها في نفس الرؤية وان والد زوجها المتوفي داخل الرؤية اكل من الطعام ده وعجبه فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على انها فعلا امرأة وزوجة نجحة في حياتها الزوجية وانها بتوفر لزوجها وابنائها كل اللي هما بيطلبوه منها في حياتها الواقعية والحياة الواقعية والزوجية بالنسبة لها بتصير بسعادة واستقرار وكمان هتكون الرؤية دي دلالة لها على ان زوجها فعلا في الواقع بيحبها وهو سعيد بيوجودها معا طيب وهنقول كمان ان كان الرأي في الواقع تاجر وشاف رؤية في المنام ان هو بيجهز الطعام لوالدته المتوفية في الواقع وان هي اكلت من الطعام ده واعجبها طعم الاكل داخل الرؤية فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لي على انه في الفترة المقبلة هيربح كويس جدا من تجارته اللي هتكون سبب فرضاه في الواقع والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ونشوف كمان مع بعض الرؤية اللي جاية دي ونقول اللي يشوف رؤية في المنام ان هو كان بيجهز الطعام لشخص متوفي في المنام وانه هما اللي اتنين اكلوا من الطعام ده داخل الرؤية فالرؤية هنا هتكون برضو دلالة للرأي على انتقاله من حالة الى حالة افضل وهنقول يعني مثلا كان اللي شاف الرؤية دي كان موظف فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على نجاحه في عمله وترقيته في الفترة المقبلة في العمل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته